اتجاهات الحياة الوطنية الجزائرية أولا اتجاه المساواة لأمير خالد الحلقة 137 من سلسلة تاريخ الجزائر المعاصر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأعطي المصدر ومرجع المعلومات الاتجاهات المختلفة للحياة الوطنية أولا دعاة المساواة هم جماعة النخبة الإصلاحية التي انشرت عن النخبة العصرية والتفاتت حول الأمير خالد من 1292 إلى 1355 هجري الموافق ل1875 إلى 1936 ميلادي حفيد الأمير عبدالطادر النعطيب السابق في الجيش الفرنسي الذي ترشح على رأس رائمة الجناح المحافظ من النخبة العصرية للانتخابات البلدية والولائية عام 1919 ميلادي وانتخب بأغلبية بيرا عضواً في مجلس بلدية الجزائر ومستشار عاماً ولائياً ومندوباً مالياً التفت دعاة المساواة حول الأمير خالد بين السنتين 1929 و1925 ميلادي وقاموا برفع عرضة للرئيس الأمريكي ويلسون عام 1919 ميلادي طالبوا فيها بحق الجزائرين في تطرير المصر ومشاركتهم في حكم بلدهم ولما خاب أملهم في مؤتمر الصلح عمدوا إلى التعاطي مباشرة مع فرنسا فأسسوا هيئة عرفت باسم اتحاد النواب المسلمين لإسمع صوت الشاب والتعبير عن تطلعاته وأنشأ الأمير خالد جريدة الإردام باللغتين العربية والفرنسية وتانت شديدة النرد للسياسة الاستعمارية تمت أنه وداعية متحمسة وجريئة إلى رفع الظلم الواقع للجزائرين ومساواتهم بالأوروبيين ملفت إليه أنظار كثيرة من الجزائرين فالتفوا حوله وأزاروه وتتصاعد طلق فرنسا من نشاطات الأمير رغم عدم مطالبته صراحة بالانفصال فذيطت عليه وطامت بنفيه من الجزائر في أغسطس 1923 ميلادي فنطل ميدان ماراته إلى فرنسا حيث نشط وحضر عددا من المؤتمرات واتصل بالمهاجرين الجزائرين وعمال المغرب العربي وباليساريين الفرنسيين والوطنيين من أبناء المستعمارات المنفيين فصعدت السلطات الفرنسية من ضغطها عليه وحاتمته في أغسطس 1925 ميلادي بالاستندارية بتهمة حيازة جواز صفر مزور ومحاولة الهروق من منفاه إلى أوروبا وحتم عليه بسجن 16 ومنع بعد ذات من العودة إلى الجزائر والصفر إلى أوروبا وامضى بقية عمره بمنفاه سوريا التي توفي بها في 9 يناير 1936 ميلادية الموافق لـ 1354 هجرية لكن أنصار ومويدي الأمير لم يلبثوا أن أنشأوا حزبا ثوريا استقلاليا تجاوز مطلب المساواة هو نجم إفريقيا الشمالية الذي سيلعب دورا حاسما في تطور الحارة الوطنية الجزائرية وتتجلت أهداف هذا الاتجاه في برنامج الأمير خالد الذي أصدره عام 1919 ميلادي ومطالب الأمير خالد العشرة التي قدمها إلى رئيس وزارة فرنسا هيريو في صيف عام 1924 ميلادي وهي أولا وضع المسلمين الجزائرين على طريق التحرر ثانيا إلغاء الطوانين والإجراءات الاستثنائية والعودة إلى القانون العام ثالثا تمثيل المسلمين في الجمعية الوطنية الفرنسية بنسبة معادلة للنسبة تمثيل المستوطنين رابعا إعلان عفو السياسي عام خامسا حرية التعليم وتطبيق قانون التعليم الإجباري سادسا المساواة في تحمل عباء الخدمة العسكرية بين المسلمين والفرنسيين سابعا حرية الصحافة والجمعيات والتجمع ثامنا تطبيق فصل الدين الإسلامي عن الدولة تاسعا تطبيق القوانين الاجتماعية والقوانين للعمل على المسلمين عاشرا الحرية التامة للعمال الجزائرين المسلمين في الدخول إلى فرنسا وربما بدت هذه المطالب متواضعة تنقياسا إلى المطالب الاستقلالية الصريحة للحياة الوطنية في مصر أو سوريا وأطل طموحا إلى حد ما من مطالب الوطنيين التونسيين مثلا لكن على المرن يتذكر أن الجزائرين تانت في عرف فرنسا متطاعة تابعة لها تماما تلورين أو تيتانيا وليست محمية تتونس أو المغرب أو مستعمرات تامد غشتر أو فيتنام تم أن القمع الفرنسي تتبلغ مداده في الجزائرين دون غيرها من المستعمرات الفرنسية حتى تدى يشل حاطة المجتمع وأن الشعب الجزائر أن ذاتنا في أرصى درجات العزلة والتفتت فضلا عن وجود جيش من المستوطنين التولون فات عددهم 700 ألف مستوطن لذا تتانت هذه المطالب أرصى ما يمكن التطلع إلى الظفر به أن ذات اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد